انا عندي 34 سنة من وانا عندي 12 سنة وعندي حلمين ان انا اركب عربية حلوة جدا ومتعدل انا اللي اعملها وان انا افتح مطعم وكنت بروح بقى اذاكر مع الشفاية وعمل مش عارف ايه واخش مطعم وتعلم وبالليل اقعد مع عم ساد السامكاري خلاص وفضلت اقعد 7 ساعات مع عم ساد السامكاري لحد اما وصلت الراجل ده كان فنان كان العربية بتبدأ الى رقم يعني شرعي بتيجي الراجل ده كان بيجمع العربية في 3 ساعات اقسم بالله عربية خمس حتة كان بيجمعها ويقفلها بتلات ساعات تخيلوا قعدت سبع سنين بتعلم الحركة دي بس وبتعلم ازاي الراجل ده بيعمل كده ومعرفت اش اشتغل بيدي بس عرفت ان انا اتعلمها يعني وصلت المرحلة بعد سبع سنين في 17 18 سنة كده عرفت ان انا لو العربية 60 حتة اعرف اجمعها اعرف اسحب الزرجينة بتاعتها ازاي واعرف لما تخلص العربية البنطة بتاعتها اعمل ازاي واعرف الزنبة تيجي منين وامتى اقطع وامتى الحم وامتى ارجون وامتى اكسجين واللي فهم في العربية عارف انا بقول ايه جيت 17 18 سنة بتاديت اشتغل في العربيات بقيت قوي الحمد لله عرفت ان انا جيب حدسة هعملها وعرفت ان عربية خمس حتة هجمعها في خمس دقائق عملت عربيتين جبت متسكل ربعمية على طول كده بعشرين الف جنيه حدسة اتغريت فتحت فتحت فلاكستب وجبت اتنين من فلاحين كده عيال الجدعان بتوع شغل وربنا كرم لأ دي مش مقاش ربنا كرم واشتغلت ايه بقى ما اشتغلتش بقى صنكرة وديهان زي ما امت لا لا الله شغالة لا اشتغلت حوادث وقاط عياط ولحمات عربية بمليون جنيه اتخبطت من جوة تعالي حرجح على الجديدة وبعرف رجعها جديدة وعرفت رجعها جديدة دب دب مسكت متنات مسكت تلتميات وفدلت تشغل في الدرة وفدلت اعمل عرب فلوس اشتغلت مع السياحة والجمارك وفدلت اعمل فلوس متخلفة وصلت تلتمميات وصلت المليون وقصرت المليون وبقيت عايد صغير راكب بي ام وراكب متسكت ريس وراكب عربية نسان بروح بقى الحرفيين وباجي بقى الحرفيين والبي ام بتاع بالليل والريس بتاع النسوان خلاص اشتغلت مهم وسلت للمرحلة دي لحده ما روحت يوم في الحرفيين لقيت راجل بيولول معاك روز في اي عم قالك العربية دي انا اشترتها وانا تاجر وبعت دهب مراتي والحاجات اللي هي بتاع الافلام اللي بتتحكي دي والعربية تخبط البنبوس اللي انها ترت حتا حد يعرف رجعها لي مهمة ببص على العربية كده لقيت ان العربية دي انا اللي عملها من سنة مهمة عملتها للعربية عملتها له ورجعتها له جديدة التاني الراجل عزمني في بيته روحت دخلت بيته وتخضيت الكلام ده كان من سبع سنين يوم من خمس سنين والله حاجة كده يعني واحدة دكتورة حاجات تفرح وانا بقى لو كنت هلبس العيلة دي كلها في الحيط خلاص وانا ما بشتغلش سنكرة ودوكل عادية لا انا راجل بتاع دواخل برضو اللي شغال في المجال عارف يعني انا بعمل حتة قد كده باخد فيها خمس تلاف جنيه غير الشغل المضيف يعني احنا بنعمل حتة اللي مش عارف دعكة فين ودعكة فين ورجعها وسليمة شغال مش عارف ايه كلام ده كل المهم رجعت حلفت اوكسين بالله العظيم مت يمين ح lone رجعت من البلد الراجل ده كان من المحلة رجعت قلت اوكسين بالله وانا ما شغال الشغلان دي ثاني خلاص اي 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 كان اخويا اخوى في السعودية عنده مصنع في السعودية مهم رحت عملتي عمرة عنده بتاع ومش عارف ايه ورجعت من العمرة قلت بقى ايه خلاص مصرة بقى كلها عايزة تشاركني واصلا انا معي اكتر من اتنين مليون جنيه فلوس ناس بشغالها لان انا بجيب عربية مرسلس بثمانمائة الف جنيه باشتريها بصرف عليها مش عارف ايه بباعها حرام بقى فلوس حرام خد شغالها وفي المهنة بتاعتنا دي في ناس اسمها الخزنة يعني في ناس اللي برضو اللي شغال عارف كده مهم ان انا عملت الكلام ده كله رجعي انت حبيبي انت لازم تركب بيه امه معدلة ماشي يا حبيبتي اه شعراوي انت صاحبي لازم تركب مش عارف ايه ماشي يا حبيبي انت مش عارف ايه معه انا شعراوي ده بيبيل فلوس خلاص مهم يا جدعان انا مش هشتغل الكلام ده كله انا مش هفتح مطعم فجأة الناس دي كلها ولكنها تعرفين اكسم بالله في ناس منهم ما كلمتنيش راحت عملت لي محضر اصلا ما كلمنيش في حاجة طب يا عم انت استنى ما انا ممكن اوديك في ستين ده لأ انا عايش فلوس طب يا عم ايه دي طيب انا اشتغل حلال المهم اخد فلوسك خد فلوسك خد فلوسك وخلاص بس الدنيا تقفلت في وشي قلت ايه طب انا انا مش مهم طب اعمل ايه طيب الناس دي اببخرت طب تعالى بقى انا اجرب اشتغل تعالى سامو عليكم السلام انت كنت عامل اعلان عن مش عارف ايه وبتاع طب تعالى ان شاركك انا ده انا مش مطعم ده انا استابل طب طب هاجيل اك رحت اشتغلت في استابل خير اكسن بالله مسبت الاستابل الراجل تلع عسل الدكتور محمد علي خلاني شريكو اشتغلت شوية قلت لأ انا عايز مطعم مشيت من المطعم ملقيتش لقيت واحد اسم محمد طلعت واحمد ابو ظلاط من اللي وقات وكان اللي وقات وعندهم شركات عقارات شاخلوني معاهم وبقيت موديل مش عارف ايه وبقيت علامة من علامات مرسى مطروح خلاص سبت الكلام ده كله عايز اروح مطعم بقى عايز اشتغلت عنيفش افتح مطعم بس معيش فلوس تبرجع للناس اللي هي كانت عايزة تديني ملايين لا تعالى اسلام ايه نفتح لك مركز خلاص وما عايزينش مال يا عم هيديكر ديك لا نفتح لك مركز خلص كل ده جات الايام ديات قاعد اللي خلنا انا بتكلم في الحوار ده ان انا قاعد مع ناس من شوية والناس مش طيقاني ان انا مش عايز افتح كده طب انا مش هفتح كده طب انت انت خليك كده انت مش اديك مليون جنيه عشان تروح تفتح مطعم وما انت المليون جنيه اللي ممكن تجيبهم في قد كده انا مش عايز اجيبهم في حاجات بقى وانت في الشمال اللي انت مستعجل عليه ده مش هتلاقيه ايه بقى اول حاجة الحسنة من عند ربنا انت ما عندكش حماية انت ما لكش حماية انت كلب ولا تسوي انت فيش حد حميق ربنا مش حميق ربنا غضبان عليك تاني حاجة الصحب انت كل اللي حولك هيبقوا شمال خلاص ده الحاجة الستر اقسم بالله ماليك علاقة بيه ولا هيجي جنبك ملخص الموضوع عشان انا وديتك وجبتكو معرفة شفيت اوي لان انا بتكلم تلكها يعني تستعجلش على الحرام تستعجلش على الفلوس ما تستعجلش على الفلوس وحكتين تعملهم في حياتك تقرب لربنا اوي وتبعد عن الناس الوحشة ما تقربش جنب واحدة وانت شغال في مكان تسدي نفسك تقول لك ايه ده بس انت ازاي شغال في مطعم شكلها وحش قوي يعني طب انا مش عارف انا في ظهرك وانا في رجلك والكلام لا 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 تمشيش مع عادي اشان مخدرات انا لما ربنا كرمني دلوقتي وقيت زي الفل او بسعف كل يوم وروح اقدم في كارض هنا وترفد راح اقدم في كارض هنا وترفد وربنا هيكرمني عاجلا اما اجل ربنا هيكرمني وكل شوية حد يقرس علي ويجيلي يا ابني خد هنفتح كزا هجيب لك عربية كزا هنعمل كزا اكسم بالله ما اعمل حتى حرام تاني اكسم بالله ما هيحصل رغم ان مصر كلها محللة اللي انا بقوله بس انا استحرمته ومش هعملو ومش هعملو تاني اكسم بالله معاليش انا بحلف كتير بس ا اكسن بالله ما هعمله تاني في ثانية فانو السحري هيتردلي وهعمل كل حاجة في الدنيا فاته ما تستعجلش على حرام ما تطلعش مجهودك كله في الايفون بتاعك وفي لبسك اشتغل ما تقعدش تدور على مصلحة قصار ما تقعدش تدور على مصلحة شمال ما تقعدش تدور على واحدة تفتشها ما تقعدش تدور على واحد تعمل على مصلحة ما تقعدش تدور على الكلام ده كله ما روش لازمة الفلوس الكتير ما لهاش لازمة السطر هو اللي ليه لازمة الجدعانة هي اللي لها لازمة انك تبقى بجح ومش خايف هو اللي لازمة متخليش حد الصحبة الصحبة متصحبش حد وحش متصحبش حد وحش خلي علاقتك بربنا جميل انا نفسي اتكلم كتير او في علاقتك بربنا بس خايف عشان انا امكانياتي ما تسمحليش بك اغلق بس علاقتك بربنا دي توحفة كل الناس مستغربة وكل الناس شغلة في العربيات عمالت التاريق عليها تقول انت هكنز بس انت فقري لا انا فقري او امش اعمل حاجة حرام تاني كل يوم بطرفد الكارد بتاعي بترفد من حتة كل يوم هروح اقدم ورقي مش عارف ايه يا عم اتها باجاتكم باليوم يا عم انا واقع هفتح واللي انا بقوله دوت انا ممكن اجيبه في ثلاثة اربعة شهر كل الناس عارفة كل الناس عارفة ان انا ممكن اجيب شغل من ليبيا وهجيب شغل مش عارف ايه واجيب شغل لجمره واجيب شغل لحوادث ولا الارقام شي سهات واعمل الكلام ده كله ما حادش عارف عيدها علي يا حاجة ولا عارف اطلع لي غلطة لو اعدي ريبني اسبوع بس اكسم بالله انا ما هعمل كده حد من قريبك حد جنبك حبيبتك محنك خريك ايه حد في الدنيا هيديك هيخليك تورس على نفسك ان انت تعمل حاجة غلط ابعد عنه ايه ان كان مين هو ايه ان كان مين هو خلاص انا واحد النهار ده من كتر هو مش عارف يعمل ايه وعايزني انا بيقول لأ اخوك بس اسلام انت اخوك بيشرب وبتاعه مش عارف ايه وجاي وقدام الناس طب انت بتقول ليه كده وقدام الناس عايز تهني لا مش عايز اعينك بس انا بقول لك ان انت في ثانية ممكن تبقى مش عارف ايه وترجع تاني طب وانت انت قفاشت في اخويا اللي بيشرب وما قفاشتش فيه انا عند اربعة وتلاتين سن وعمر ما حطيت حاجة بقى عمر ما حطيت حاجة بقى وثبت أخوية الثاني المهندس وثبت أخوية المحامي وثبت أبوية الذزاينير وثبت الناس دي كلها وجاي تعمل فيها مش عارف ايه ويقرس كل خمس دقائق حد بيقرس عليك وا ده يقرس ودي يقرس ودي يقرس بس السلام النفسي جميل واللي ما يعرفنيش يسأل اللي يعرفني يعرف ان انا كان معاه كلام ده كله وان انا في ثانية ممكن عيده كلام ده كله ومحدش هيعرف يمسك عليها حاجة بس اكسد لله السلام النفسي وربنا جميل ولما تروح لربنا وتصلي ما تدعيش بحاجة ما تدعيش بوحدة ما تدعيش بوظيفة اقول ايه يا حي يا قيون برحمتك أستغيث أصلح ليشاني كل ولا تكني إلى نفسي طرفة عين لأن ربنا من حنيته ممكن يحقق لك دعوة انت مثلا تقول على واحدة أنا نفسي فيها فربنا يفضل مخليها معاك بس هو ربنا عايز رديك لكن هي مش خير ليك فسيبها لربنا استحمل ربنا يرس عليك شوية لما تقولوا لا تكني إلى نفسي طرفة عين أنا مش شيخ والله بس أنا مبسوط قوي إن أنا علاقتي بربنا بقى الجميلة كده آه معلش ومش هتكسف ما أنا واحد ساحل وجونة وغضب ربنا غضب ربنا وفجأ أنا مبسوط يعني عسل وراضي قوي وكل يوم بطعسر وكل يوم بيداس وأنا عمري ما ما هستسلم علاقتك بربنا حلوة متفضلش تدور على مصلحة شمال دور على مصلحة يمين نص الناس اللي عرفها عايزة تشاركني في مشروع وعايزة تشاركني في مكاني إن أنا حلمي وأعمل مطعم بتاعي بس أنا مش هدخل مكاني حاجة حرام ولا هعمل حاجة حرام تاني ولا عايزة أركب بإمات تاني ولا عايزة أعمل الكلام ده حاجة الوحيدة اللي بسطلها وأنا عند 34 سنة إن أنا مش هاخضب ربنا خالص أكسم بالله ما هاخضب ربنا ولا هستعجل أنا عشت الحياة اللي أنت كلكم يعني الأغلبنا بيسعى فيها الوقت بقى أنت هشغال شغلنا جامدة جدا وركب عربية جامدة جدا وعندك الشليل فلاني ونسوانجي ومش عارف إيه نسوانجي إيه ربنا ربنا أعلى إحساس في الدنيا كده توقيت تجري عشان تصلي وتدعي ووش ينور عشان صليت يعني ربنا مش عايزة أطول يا رب يا رب يا رب يكرمنا كلنا ويا رب يحقق لكل واحد حلمه وإن وخير لو أنت شمال الشمال لو أنت شمال الشمال لو أنت كده يفضل شغل دماغك على مخك يشغل دماغه على قلبك أنه يصفر ربنا مرتين ثلاثة هتيجي في دعوة منهم هتبقى زي الفل وتدعي وأنا مبسوط وانتو سبب اللي انبساط ده